كل مرة بتزود النور نور يعني وإحنا في الموكب الزهبي حدث عظيم جدا رائع إبهار ما بعد وإبهار في الموسيقى وزي ما كنا بنتكلم مع الموانس محمد عطية أصبح بقى في عدنا سقف توقعات وسقف توقعاتنا كلنا كمصريين في السماء فيا ترى يا هل ترى في الكباش هيحصل إيه لقينا إن إحنا عدينا حدود السماء أنا مبارح كنت بقول لأحمد الموجي قلت له أنت والمايستولاندر عباسي خرجتم علينا من أي بوابة من بوابات الفرداوس أنتو خرجت لنا موسيقى من الجنة ولا إيه بجد ربنا خذيك ربنا خذيك هي كان طبعا موضوع صعب جدا بعد طبعا المؤلفة بتاعة الجولدن باريد أو الموكب الزهبي بتاعة هشام نازيه الصديق الجبار المؤثر الرائع اللي بحبه جدا جدا خلى التوقعات فعلا في مصر كله طار في السماء فوق جدا وخلى كده حالة من من الترقب من المؤلفين كلهم في مصر وغير البناءة جاد بقى كلهم بيكلموا بعض ويكلمونا ويكلموه هشام ويكلموني لا 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 احنا لازم بقى نشتغل بطريقة تانية خالص صح حقيقي يعني الفرق اللي بين الاتنين ان الموكب كان عندنا وقت او كان هشام كان عنده الوقت اللي عمره ما انا بحس ان هو كافي انك تعمل عمل زي ما انت عايز ولكن كان نوعا ما في مساحة وقت اكتر بكتير من الكباش ولكن برضو الوقت الموكب كان اطول من الكباش يعني الوقت نفسه كان برضو اطول لكن الكباش كانت فعلا وقت كان قرائل جدا وكان فيه فكرة مؤلفين كتير ومختلفة ويبقى فيه كذا مؤلف بيشتغلوا مع بعض وانا بقى سوبرفايزر على المؤلفين كاني هقود العمل في الاخر لاني انا هقود وطبعا تي حاجة محرجة في النظري يعني ان انا مؤلفين انا بحبهم اه لان فيه ناس تعرفش ان انا مؤلف موسيقي فطبعا عندي سلوب وعندي حبكة وعندي طريقة ازاي فوجود المخر كمان والستوريبورد اللي اتحطت القصة اللي هنمشي عليها اللي هي طبعا جاية من الحقيقة تماما وصفري الى لقصر للبحث عن المكان وانك تبقى عندك كده يعني احساس بال العظمة العظمة ده هي طبعا اللي بتحس فيها انك انت قد كده فعلا يعني ومهما تعمل يعني انت بتبقى واقف كده في المعبد تقول يعني اللي واحد ممكن يقدمه للحضارة داية استحالة تقرب ليها اصلا فانت بتحاول وبتكتهد قدر على قد ما تقدر ان انت تشوف طبعا الفرصة الرهيبة ان احنا عندنا احتفال القابط دا كله مدون في العصر في معبد العصر موجود كامل ايه الخطوات بتاعته كانوا بيبتدوا ازاي بيروعوا فين ايه الالات الموسيقية ايه الرأس ايه الحركات اللي كانوا يعملوها في الرأس الالات الموسيقية كله كله مدون فانت عندك الالات موسيقية بقى موجودة وواضحة الايقاعات الامباكت الاساسي لهذا الاحتفال ايقاعي ويه النحاس الالات النحاسية طبعا بغض نظر عن قونية حاتشبسوت تي حاجة تانية لكن الايقاع شيء مهم عشكده عن طول فكرت طب انا ساعة دي بيقول لي احنا عايزين نختلف تماما عن المميوات بس عايزين الاوركسترا وكده بس مش عايزينه لايف طيب يبقى لازم نحط امباكت برضو نبهر بيه طبعا في نظري بس الاسف انا في نظري ان في التصوير ده مجاش قوي ان المية وستين اقاع جبت مية وستين عازف اقاع لاني لقيت مدرسة جيمبي في مصر اللي هي الطبول اللي مستخدمة شباب زي الورد يعني حاجة وممتازين وعندهم مستوى مبهر لان انا اعرف المدرسة الاساسية في اوغاندا بتاعة الجيمبيز اللي هم عندهم الالات اللي هي اندسرت عندنا في مصر عندهم 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 يعني اوغاندا عندها الالات الفراعونية عندهم الالات كتيرة جدة محتفظين بها احنا مش عندنا للأسف هم عندهم فجبت منهم ستة قلت لهم تعالوا اعزفوا عايز اسمع الصوت ده ورح تضام كل مدرسة الجيمبيز بتاعتها في مصر معاهم يعملوا ويركشاب لقيت العزفين بتاعنا حاجة خطيرة جدا بياند بياند مع الموسيقات العسكرية الاقاعات بتاع الموسيقات العسكرية عشان طبعا انت عايز عدد رهيب فمعاهم فيبقى ويركشاب بين الثلاثة الاوغانديين الجيمبيز والموسيقات مع بعض حلوة تانين نتمرن ونعمل ويركشاب مع بعض وعايزهم وبعدين انا ما عنديش وقت فانا عايز طب الاول فتكرت ان ايه ارتاجلوا يعني ادوني ارتجلات اشوف منها قادر اطلع ايه واجدمها بقى فلاقيت طبعا صعب جدا كان لازم تكتب انت وهم بقى ينفزوا لانت عاوسوا لان كل واحد عنده مزاجه طبعا طبعا مش هتدرد يعني تخلي واحد فطبعا الامباكت الموسيقي لما ارجع تاني على الموضوع جدران الاقاع فعشان كده جبت مية وستين اقاع وقلت اسجل انا الاوركسترا كل المؤلفة يعني بعد ما نخلصها ونركب عليها الاقاعات اللي هي هتكون live اللي هي كل الصحافين كانوا يكونوا موجودين وشايفين فاتمرنوا تمرين عشان يمشوا مع التسجيل بالزبط بالساعات يعني بالساعات بس للأسف ما جاش قوي المنظر عليهم كما يجب كانوا خرافيين ان شاء الله